هناك ظواهر مدمرة كثيرة جدا البراكين هذه والهزات الأرضية أحيانا تتصادف مع تدفق حمم منصهرة الحمم المنصهرة تصور من الطبقة الثالثة من طبقات الأرض هذه الحجارة موجودة أساسا على عمق أكثر من خمسمائة كيلومتر تحت القشرة الأرضية فنتيجة الضغط الهائل ونتيجة الحرارة العالية جدا ونتيجة وجود ألواح أرضية الأرض ليست كتلة واحدة إنما مقسم القشرة الأرضية إلى مجموعة من الألواح فهناك أحيانا بعض الخلل يحدث بين طبقات الأرض فتتدفق هذه الحمم المنصهرة بدرجة حرارة أكثر من ألف درجة مئوية وهي عبارة عن حجارة ملتهبة فتخرج بفعل الضغط الهائل في باطل الأرض وتتدفق إلى الخارج وهذا جندي من جنود لا يمكن أن تشاهده من بعيد عسى أن تقتنع وتتعظ نعم تصور أن قوم لوط عندما عصوا الله تبارك وتعالى وجاهروا في الفواحج والشذوذ الجنسي أرسل الله عليهم بركانا مثل هذا البركان انفجر فجأة في مدينة إيطالية قديمة طبعا سيدنا لوط مكانه غير معروف نعم ولكن هناك قوم عاشوا في مدينة إيطالية قديمة أكثر من ألفين سنة وارتكبوا الشذوذ والفاحشة بشكل كبير حتى أنهم كانوا يصورونه على جدران المنازل وكان هناك دكاكين وحانات لممارسة الجنس تماما مثل المقاهي اليوم يعني أنت بدلا من أن تذهب لتشرب فنجان قهوة أو تأكل شيئا بصيرا كنت تدخل لممارسة الفاحشة وتخرج وكان هذا الوضع السائد فعاقبهم الله هؤلاء القوم وانفجر بالقرب منهم بركان وأطلق مجموعة من الحجارة الملتهبة حجارة من سجيل نعم هذه الحجارة الملتهبة غطت المدينة بالكامل فلم يستطيعوا أن يهربوا مع العالم أن البحر كان قريبا منهم لم يصلوا إلى البحر نعم وأخذهم هذا العذاب فجأة ودفنوا تحت الرمال تحت رماد البركان لذلك الله تبارك وتعالى قال فجعلنا عاليها سافلها سبحان الله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود نعم فهذا البركان استخدم كعذاب لقوم لوط وغيره من الأقوام الذين ساروا على نهجهم نعم فأهلكهم الله به وهو بالنسبة لنا إنذار لأن الله تبارك وتعالى عندما يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني أيها الإنسان اعقل وانظر هذا البركان من الممكن أن يصيبك زلزال أو بركان أو يمكن أن تكون في مكان ما وفجأة يحدث تحدث هزة أرضية أو يحدث زلزال وهذه الأمور ليست بعيدة عننا نعم يعني ليست بعيدة عننا ولا يستطيع العلماء أن يتنبأوا بها على فكرة جنود الله لا يمكن للعلماء أن يتنبأوا بها فيروس الكورونا الذي ضرب الصين مؤخرا لم يتنبأ به أحد هو بشكل مفاجئ ظهر وإعصار النار يقول لا ليس هناك أي قوة تستطيع أن تتنبأ بأن هذا الإحصار سيحدث هذا البركان لا يمكن مهما تطور الآلم والدراسات لا يستطيع العلماء أن يتنبأوا متى سيحدث هذا الزلزال متى ستتدفق هذه الحمى المصارية لأن هذه العمليات أصلا تتم على أعماق مئات الكيلومترات تحت الأرض وهذه خارج المجال الذي يستطيع الإنسان أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له حديث ذكرتني به عجيب يقول والذي نفسي بيده لو أنكم تتابعتم فلم يبقى منكم أحد لسال لكم الوادي نارا صور نوعا من أنواع العذاب حذر أنه قد يصيب هؤلاء الناس أو هؤلاء الذين كانوا معه وتركوه وانفضوا عنه وذهبوا من أجل التجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام حذر أصحابه وقال لهم والذي نفسي بيده لو أنكم تتابعتم فلم يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا فصور سيلان النار وتدفقها للأسفل مع لألم أن هذا المشهد لم يشاهده أحد في الجزيرة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما في البراكين أو الزلازل لينبئنا عن هذه الأمور بما يشهد على أنه رسول الله لذلك نقول أيها الناس اعقلوا وارجعوا إلى الله فالقيامة قريبة جدا جدا ولا تأتيكم إلا بغتة يعني الإنسان بغتة تقوم قيامته فعلى الأقل ارجع إلى تعاليم الله وهي تعاليم لمصلحتك أصلا يعني الطهارة لمصلحتك البعد عن الفاحشة لمصلحتك ترك الخمر لمصلحتك عندما أمرك بالصيام لمصلحتك وصيانة هذا الجسد حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر